وعلى صعيد متصل اختتمت جمعية الشارقة الخيرية مشاريع حملتها الرمضانية جود عبر مشروع زكاة الفطر حيث قامت فرق الجمعية بتوزيع 130 ألف فطر استفاد منها نحو 15 ألف مستفيد من المسجلين بكشوف الجمعية واقتصرت آلية تنفيذ المشروع هذا العام على استقبال زكاة الفطر من متبرعيها في صورة نقدية فقط وبقيمة 20 درهم مع القيام بشراء أكياس الأرز من الموردين ومن ثم توزيعها على المستحقين عينيا